قبل بداية مقطع اليوم القصير جدا 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 اتمنى منك اذا كنت جديد على القناة تشترك خلينا وصل 70 الف مشترك قبل نهاية شهر رمضان المبارك وقبل قدوم العيد وابعدك تستمتع محتوى القناة الشي الاخر اضغط زر اللايك خلينا وصل هذا المقطع عدد كبير من اللايكات اذا ممكن طبعا والشي المهم ايضا انشر مقطع في كل مكان خلي الكل يعرف تشكيلة الهلي واخر شي عندنا برضو قبل ما ابدأ في المقطع اذا كنتوا حابين انزل رأيي عن برات الهلي اليوم يعني ممكن يتأخروا شوية علموني تحت في التعليقات تسوي لكم ملخص وردة فعل ومن هذا الكلام وخلونا نبدأ في مقطع اليوم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم فارس فارس وفي شاء المقطع جديد من قطع اليوم رح يكون تشكيلة الاهلي الرسمية امام نادي الشرطة العراقي المباراة رح تقام اليوم باذن الله الساعة ثمانية وخمسة واربعين فرديف الجوهرة الاهلي بعد ما هزم الشرطة في الذهاب ثلاثة صفر الآن يلعب معاه في الاياب من جديد وباذن الله فوز اهلاوي مع كل تقديري واحترامي طبعا لجمهور الشرطة العراقي الحبايب الآن رح يبدأ استعراض تشكيلة الاهلي وبشكل سريع الاهلي يبدأ بتشكيلة 4-3-3 كالعادة حراس المرمى رح يبدأ النادي الاهلي بمحمد العويس في الدفاع عبدالباسط هندي يسار معتز والفتيل قلوب الدفاع وفي اليمين عبدالله حسون ثلاثة خط الوسط المستمر من جديد نوح الموسى إدريس فتوحي ألف السريتش نوح وسريتش وسط يعني هجوميين أو نوح دفاعي وفتوحي صانع لعب وبعدها قدامهم مندش في اليمين وغريب في اليسار والسومة في الهجوم هذا هي تشكيلة الاهلي تشكيلة كويسة صار في استقرار في التشكيلة يعني تقريبا اللي لاحظتوا في المباراة الأخيرة بس يكون في اختلاف خفيف في التشكيلة ويكون في مركز الأجنحة يعني مرة المدرر بيعطي متريتا مرة مندش مرة المؤشر مرة غريب وهذا شيء جدا كويس أنه يبدل بين اللعبة مع ضغط المباريات فتشكيلة جدا ممتازة أتوقعها بإذن الله 1-0 للنادي الأهلي وإنت أعطوني توقعاتكم تحت في التعليقات نشوف مقطع ثاني بإذن الله تحياتي للكل ولا تنسوا فهذه الدقيقة الخيرة من المقطع تذكر الله عز وجل في هذا الشهر شهر رمضان المبارك سبحان الله محمد سبحانه العظيم السلام عليكم وفي الاختام دونه بدا لا إله لأنت سبحانه كني كنت من الظالمين